أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده وصل بنا الكلام في الدرس السابق إلى قوله تعالى لينبذن في الحطمة اللام لام القسم وهذه جملة استئنافية جملة جديدة قلنا نقف على قوله تعالى كلا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا الله تعالى يردع عن هذا الحسبان كلا ثم يأتي الله تعالى وماذا يستأنف كلاما جديدا أقسموا لينبذن في الحطمة فهكذا يحسب أن ماله أخلده كلا ثم يستأنف كلاما جديدا والله لينبذن في الحطمة أقسموا لينبذن في الحطمة النبذ هو القذف تقول نبذت الشيء يعني قذفته أو طرحته وذكر بعض المفسرين أن النبذ هو القذف للشيء الحقير عندما ترمي بالنفايات مثلا تقول نبذت النفايات نبذتها أو شخص من العشيرة مثلا شخص فاسق فاجر بالنتيجة من هذه النماذج السيئة نقول العشيرة نبذته نبذته أما لا إذا كان شخص متدين بالنتيجة وأخرجته العشيرة لأجل الحفاظ عليه لا نقول أن العشيرة نبذته قذفته لا فالنبذ هو القذف للشيء الحقير جيد لا ينبذن في الحطمة لا والله أو قسما أقسموا ليقذفان في أي شيء يقذف يقذف في الحطمة 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 كتعبير لغوي هو تحطيم مبالغ فيه التحطيم هو الكاسر تقول حطمت الزجاج يعني كسرته جيد الحطمة مبالغة مثل ماذا لمزه همزه قلنا هذا فعلا فعلا يفيد التكثير فالحطمة هو تكثير مبالغة في الحاطم مبالغة في الكاسر لكن المراد بها هنا هو ماذا جهنم نار جهنم ذكر المفسرون أن من اصطلاحات نار جهنم في القرآن هي الحطمة هذه من الاصطلاحات الخاصة بالقرآن فيقال الحطمة يعني النار لماذا سميت حطمة قال المصنف النار التي تحطم كل ما ينبذ فيها هذه النار تحطم هذه الأجساد وغيرها كل ما ينبذ ويقذف في هذه النار لماذا تفعل تحطمه ولا تحطمه فقط لا حطمة مبالغة في الحاطم في التكثير قال وما أدراك ما الحطمة هذا استفهام يراد منه التفخيم التعظيم التهويل وما أدراك ما الحطمة أحيانا تقول فلان عالم مثلا تقول الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين ثم تقول وما أدراك ما الإمام وما أدراك ما أمير المؤمنين لماذا تقول هذا الكلام تريد أن تعظمه تفخمه فهنا قال وما أدراك ما الحطمة يريد أن يعظمها يفخمها يهول أمرها أمر هذه النار عظيم طبعا هو فقط عندما قال حطمة هو يكفي حطمة هو التعبير بالحطمة فيه مبالغة في الحاطم هذا بحد ذاته يكفي لكن جاء ليعظم أمرها هذا يؤثر في النفوس أكثر يخوف أكثر وما أدراك ما الحطمة أرجو أن تستشعروا هذه الآية حقيقة مخيفة مهولة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة ثم يأتي الله تعالى ويفسر الحطمة نار الله الموقد مباشرة لم يقل هي نار الله المصنف قال هي نار الله لكن الله تعالى لم يقل هي نار الله حذف حذف كلمة هي مباشرة قال نار الله الموقد وتجدون تأثير هذه العبارة في النفس كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقد أضاف النار إلى الله وهذه الإضافة أيضا فيها تعظيم فرق بين أن تكون النار لله تعالى وبين أن تكون لعبد من عباده فرق كبير نار الله كأنما قال هذه النار هي نار ذلك الموجود العظيم الخالق القادر القادر على أن يخلق ماذا الأمور العظيمة لعله هكذا يفهم من الآية كما ذكر بعض المفسرين نار الله الموقد الإيقاد هو الإشعال الإيقاد الإشعال الآن تقول لي شيخنا هي النار طبيعة ومشعلة ما معنى يقول موقدة نار الله هي النار لا بد أن تكون مشعلة فلماذا قال الله تعالى نار الله الموقدة ذكر الإيقاد قال بعض المفسرين ما حاصله أن المراد من عبارة موقدة هو أن يعطي هذا المعنى وهو أن هذه النار إيقادها مستمر إيقادها مستمر فهي ليست قد أوقدت مرة واحدة وانتهت لا هذه نار يتجدد إيقادها يتجدد ماذا إيقادها أحيانا النار قد أوقدت وبعد يوم يومين ثلاثة شهر سنة لكنها سوف تطفئ أما النار التي يتجدد إيقادها هذه لن تنطفئ فنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة الاطلاع هو الإشراف الاطلاع الطلوع على الشيء هو الإشراف والظهور عليه والأفئدة هي جمع فؤاد الأفئدة جمع فؤاد الفؤاد هو القلب ذكر العلامة قدس الله نفسه أن المراد بالقلب في القرآن المراد بالفؤاد في القرآن هو مبدأ الشعور والفكر من الإنسان يعني النفس الإنسانية فالتي تطلع على الأفئدة يعني على النفس الإنساني على النفوس الإنساني قال المصنف وما أدراك ما الحطمة تعظيم لها ثم قال هي نار الله إضافة تعظيم هذه إضافة النار إلى الله إضافة تعظيم الموقدة طبعا لم يتعرض المصنف للموقدة التي تطلع على الأفئدة أيضا لم يتعرض لها وإنما قال تستولي على القلوب فهذه النار تستولي على قلوب الناس تستولي على نفوسهم طبعا هناك كلام أكثر من هذا المقدار في هذه الآية لكن أنا أتجاوزه حتى لا أطيل عليكم قال إنها عليهم مؤصده مؤصده طبعا هناك قراءتان مؤصده وموصده مؤصده وموصده الموجود في القرآن في بالي هو مؤصده وليس موصده على كل حال إنها عليهم هذه النار على هؤلاء الناس مؤصده مؤصد يعني مطبقه ماذا تريد أن تعطي هذه الآية ماذا يفهم من هذه الآية إنها عليهم مؤصده أحيانا النار الإنسان يلقى فيها يلقى فيها نار مشعولة في الصحراء مهما كانت كبيرة لكنه يستطيع أن يخرج منها أو قد يتخيل أنه يستطيع أن يخرج منها هذه نار كبيرة قد ألقي فيها هو يبقى يمشي يمشي وهو يعلم أن هناك نهاية لهذه النار هناك مجال لأن ماذا لأن يهرب من هذه النار لكن أحيانا يلقى في نار وتطبق عليه تغلق عليه تطبق تؤصد أقوى من الإغلاق أحيانا تغلق الباب وأحيانا توصده توصده تطبقه لا أدري واضح الفرق أو لا أحيانا تقول أغلقت أغلقت البيت وأحيانا تقول أوصدته أغلقته غلقا مطبقا جيد فوضح الفرق بين النارين النار الأولى هي نار وفيها عذاب وعذابها شديد لكنها غير مطبقة على الأقل فيها أمل في الخروج أنا أبقى أمشي 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 لعله سنة كاملة أمشي في هذه النار طبعا هناك تتجدد الجلود تتجدد الأجساد أبقى أمشي سنين لكن هناك أمل هناك أمل أنه ماذا أنه أنا أخرج من النار وأحيانا لا أعلم أن النار مطبقة علي لا يمكن الخروج منها أبدا هذا هنا ماذا يحصل يحصل اليأس كأنما الآية تريد أن تقول إيأسوا من الخروج من هذه النار إنها عليهم مقصدة أتمنى أن تستشعروا هذه الحالة تصوروا والعياذ بالله والعياذ بالله أن ندخل في النار وهي علينا مقصدة مطبقة لا يوجد أمل مجرد الأمل في الخروج من النار هذا شيء عظيم اليأس من الخروج من النار شيء محبط جدا مؤذي للإنسان عندما تزجن ولعاذ بالله عندما تزجن في سجن ويقال لك سوف تخرج بعد عشرين سنة أربعين سنة خمسين سنة لعلك تعلم أنك سوف تموت قبل هذا الوقت لكن مجرد أنك عندك أمل في الخروج هذا يفرق كثيراً عما لو يأست من الخروج يقال لك أنت الآن في بطن الأرض في زنزانة داخل زنزانة داخل زنزانة داخل زنزانة وكلها مطبق إطباقاً تاماً وقد حكم عليك بالسجن المؤبد مدى الحياة هنا يحصل عندك اليأس في كل الصورتين أنت ماذا؟ أنت جالس في هذه الزنزانة لكن فرق كبير بين أن تجلس في زنزانة وأنت عندك أمل في الخروج منها وبين أن تجلس في زنزانة مطبقة لا يمكن الخروج منها إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده هناك أدة تفاصيل لعله في هذه الآية قبل أن ندخل في الآية أنا أرسلت في المنتدى لكن للأسف لم أجد جواباً من الأخوة التفاعل كان قليلاً جداً أنه ماذا تفهمون من هذه الآية وسؤالي كان فيه غاية لماذا؟ ما هي غاية؟ غاية أن أنبه على المعنى الذي نفهمه نحن من الآية وعن المعنى الحقيقي للآية كثيراً ما نحن نبني معارفنا ومفاهيمنا الدينية على ما نفهمه نحن من الآية من دون مراجعة التفسير وهذا خطأ رأيت بعض الملحدات أو الربوبيات الآن لا أذكر بالنتيجة هي لا تعترف به وجود الأديان وما إلى ذلك تشنع على الإسلام وعلى القرآن بتشنيعات عجيبة أمرأة هي كبيرة ولعله قريباً تموت يعني أمرأة كبيرة بالنتيجة لا أدل لماذا ترجو من الحياة عندها إشكالات كبيرة على القرآن هي بتصورها لكن إشكالات سخيفة نابعة من عدم فهمها للآيات أصلاً أصلاً هي لم تفهم الآيات هذا لعله يحصل عندنا هذه الآية أنا أردت فقط أن أنبه فيها من خلالها على هذه النقطة ماذا نفهم أنها عليهم مؤصده عفواً في عمد ممدده ماذا نفهم أنا سابقاً سابقاً عندما كنت أقرأ هذه الآية كنت أفهم هذا المعنى ولعلكم تضحكون من هذا الفهم ولا أدل عله بعض الأخو أيضاً يفهمون هذا المعنى في عمد كنت أفهم أن العمد معناه التعمد الله تعالى قد تعمده قد تعمده إمداد جهنم يعني هكذا أفهم من الآية أنا لا أقول هذا الفهم صحيح سابقاً أنا كنت هكذا أفهم طبيعياً نحن بالنتيجة كلنا جاهلون ونتعلم شيئاً في شيئاً فهكذا كنت أفهم في عمد ممدده يعني الله تعالى قد مددها متعمده وهذا المعنى لعله تجدونه ساذجاً يعني ما معنى أن الله يتعمد أن يتمددها أن يمدد نار جهنم يعني لا أجد له معنى محصلة لكن هكذا يخطر في ذهني لماذا يخطر هذا في ذهني لأنه أنا أتصور طبيعياً أنا أتكلم لا أتكلم عن نفسي فقط أتكلم عن عامة الناس عندنا نحن بعض الألفاظ نفهم معانيها ومن خلال هذه المعاني عندما نستمع إلى لفظ مشابه لهذه الألفاظ نتصور أن هذا اللفظ ماذا يعطي هذا المعنى بينما الواقع أنه يعطي معنى آخر من باب المثال من باب المثال العام إذا قرأتم في التاريخ قرأتم امرأة طائفية امرأة طائفية ماذا يأتي في ذهنكم يأتي في ذهنكم هذا المعنى الذي نسمعه الآن طائفية الطائفية الآن معروفة جداً هذه الأمور المذهبية والديانات وما إلى ذلك التعصبات بينما المرأة الطائفية هي المرأة التي ماذا أصلها من الطائف تقول عراقية وطائفية واضح مكية مدنية سورية إلى آخره بينما نحن عندما نسمع هذه اللفظة تأتي في ذهننا هذه المعاني غير مقصودة أصلاً غير واقعية أصلاً مثال آخر جرثومة جرثومة لعلكم تجدون أن بعض العلماء يقول عن عالم آخر أنه جرثومة العلم تقولون شنو هذا يعني عجيب هذا يسيء إلى هذا العالم جرثومة أنا حسب الطلاعي جرثومة يعني أصله جرثومة الشيء يعني أصل الشيء الآن هذه لماذا نذهب بعيداً؟ الآن هذه التشنيعات الكبيرة التي نراها على علمائنا ونحن في سلسلة طويلة إلى الآن مستمرون فيها منذ سنة على مسألة الاجتهاد والتقليد أغلب التشنيعات على الاجتهاد هي جاءت من عدم فهم معنى الاجتهاد الاجتهاد له معنى سابق وله معنى حالي وصار خلط في المعاني فأريد أن أنبه على أننا لابد أن نحذر في تحميلنا للآيات غير المعنى الذي ماذا؟ الذي يراد منها نرجع إلى معنى الآية فقال في عمد العمد بفتحتين عمد وليس عمد عندنا عمد وعندنا عمد العمد غير العمد العمد خب واضح العمد هو جمع عمود انظروا الآن المعنى انعكسه تماما عمد شيء وعمد شيء آخر فعمد جمع لعمود تقول هذا عمد وهذه أعمدة وعفون هذا عمود وهذه أعمدة وعمد فعمد جمع عمود والعمود معروف هذا العمود الذي يوضع في البيت مثلا لأجل تثبيته هذه الأعمدة الكهربائية وما إلى ذلك من هذه الماذا؟ الأعمدة جيد هذا معنى عمد موددة من التمديد مبالغة في الميد فهناك أعمدة قد مددت أعمدة مددت صارت طويلة يعني جيد ما معنى الآية؟ الآن هذه معنى المفردات ما معنى الآية؟ المصنف قدس الله نفسه ذكر معنيين المعنى الأول قال في عمد ممددة عليهم هو أشار إلى المعنى الأول بهذه اللفظة فقط عليهم انظروا إلى الدقة انظروا إلى الدقة البعض الآن يقرأ كلمتين ويتصور أنه قد فهم كل شيء انظروا إلى هذه الدقة الآن بكلمة عليهم فقط انظروا ماذا يريد أن يقول المصنف المصنف يريد أن يقول بحسب ما أنا فهمته طبعا أنه هذه الأعمدة قد مدت على أهل جهنم مدت على أهل جهنم ولعله جاء في الرواية هكذا إذا مدت العمد عليهم أكلت والله الجلود فلعله والله العالم يريد المصنف أن يقول أن هذه الأعمدة الطويلة التي مددت مبالغة في الماد مددت ماذا؟ قد مددت عليهم على أهل جهنم ذكر بعضهم هكذا ولعله هو مراد المصنف أنه هذه الأعمدة قد علقوا فيها شدوا فيها ويعذبون أحيانا هذا ترونه لعله شخص يعذب على عامود على عامود هذا المعنى الأول المعنى الثاني قال أو مطبقة أبوابها في عمد ممددة عليها استيثاقا يعني يريد أن يقول أن المراد من قوله تعالى في عمد ممددة أن جهنم قد أطبقت أبوابها على هؤلاء على أهل جهنم في عمد هناك أعمدة طويلة ممددة قد جعلت عليها لأجل أن ماذا تستوثق وتستحكم بالإغلاق هو قال تعالى أنا أميل لهذا المعنى الثاني قال تعالى في البداية إنها عليهم مؤصدة فجعلهم آيسين من ماذا من الخروج منها لا يكفي هذا أتبعه في عبارة أخرى تفيد اليأس أكثر وأكثر في عمد ممددة تارة الباب توصد وتطبق وتارة توصد وتطبق ويجعل عليها أعمده وهذه الأعمدة ممددة طويلة أيهما أكثر إيئاسا لأهل جهنم الثاني عندما يتصور هذا الذي في جهنم أن الباب قد أوصدت عليه وفوقها أعمدة وهذه الأعمدة طويلة ممددة هنا يحصل عنده اليأس التام من ماذا من الخروج وهذا يفيد أنهم محبوسون في جهنم للأبد إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا أتوقع أن أحدنا كان يفهم هذا المعنى من الآية فأرجع وكرر أنه فلنتأن في إطلاق أفهامنا على ماذا على القرآن الكريم القرآن ليس سهلا من جهة وهو سهل من جهة أخرى نقرأه نفهم منه بالنتيجة كثير من الآيات تفهم بالنتيجة قل هو الله أحد نفهمها الله الصمد نفهمها بمجرد أنه نفهم معنى الصمد لكن في نفس الآن هناك دقائق في القرآن هناك ألفاظ غريبة عنا نحن لم نسمع بها فلابد ماذا لابد أن لا نحمل القرآن ما يخطر في أذهاننا هذا يؤدي إلى شبهات وماذا وأفكار غير ناضجة ولعلها أفكار ماذا منحرفة أصلا بسبب أننا نجعل القرآن على وفق ما نفهمه نحن وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر